اعترفت الأردن الأربعاء باعتراض صاروخ باليستي طلقتها قوات صنعاء صوب الأراضي المحتلة في فلسطين والدولة وسائل الإعلام أردنية غير رسمية صور لصاروخ باليستي نوع قدس عقب اعتراضها من قبل منظومة دفاع جو مريكي نوع بيتريوت والصاروخ وفق المصادر واحد من عدة صواريخ طلقتها قوات صنعاء صوب الاحتلال الإسرائيلي يحققت أهدافها بدقة وجاء نشر الأردن صور اعتراض الصاروخ عقب ساعات على كشف وسائل الإعلام إسرائيلية فتح قوات الاحتلال تحقيق بإمكانية توروط الأردن من قصص صاروخي من اليمن استهدف قاعدة أمريكية سرية في مطار رامون بصحراء النقب لم تعرفها سواء الأردن ويخوض الطرفان مع ركب تزاز وفي وقت سابق طالبة الأردن أمريكا بتوفير منظومات دفاع جو مريكي نوع بيتريوت للتصدي للصواريخ الباليستية في حين تتهم تلبيب عمان بعدم الفاعلية في مواجهة الصواريخ الباليستية العابرة للحدود